وبعض آخر من المعاصرين أصلاً العبارة مولانا سيد الصدر عبر عنها كثير انظروا بأنه بعض المعاصرين ماذا يعبر التفت جيداً خلي أقرأ لك العبارة وأقول لك منه قال وهذه الروايات هي المهمة في المقام لأنها مع كثرتها وتشابه مضامينها ظاهرة في أن عدم حجية الأخبار ليس لبطلانها يقول هناك مجموعة من الروايات دلت على أن أخبار الآحاد ليست بحجة لماذا ليست بحجة يقول ليس لبطلانها بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس هاي اللي قالت خبره وأحد مو حجة لأي سبب قالت يقول لهذه المعضلة لمعضلة ماذا معضلة الدس والوضع في الروايات وهو التفت هاي المعضلة الدس في الروايات الوضع في الروايات الكذب في الروايات وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا كثير له أغلب عزيزي هس كثير ممكن خمسة بالمئة يسمى كثير عشرة بالمئة يسمى كثير أما عندما يقال أغلب يعني بعد إش قدمو لانا خمسين فما صعد يقول وأن عدم حجية الأخبار ليس لبطلانها مو لأنها الحجية الاعتناء بها باعتبار الكذب اللي يوارد أين في الأخبار وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا إذن النتيجة ماذا نفعل ماذا نفعل إذن يقول فظاهر هذه النصوص توقف العمل بها بأخبار الأحاد على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة وعدم كفاية رواية الثقات لها بينك وبين الله الآن المنهج اللي احنا نتبعه على منابرنا على توعيتنا الناس على قراءتنا للروايات ننتهج هذا المنهج قد نظريا نقوله ولكن نعمل أو نعمل أمامكم عبدالزيز المحكم في أصول الفقر محمد سعيد الحكيم نحن قلنا كثير والدنيا قامت ولم تجلس مولانا وصدرت الفتاة هذا التعبير شنو هنا كثير له أكثر مولانا ها أمامكم